سؤال الأولى لأنه وصلنا بيقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخ من يومين حصل موقف معايا أنا وزميلي في الشارع وحصلت مشدة وشتمني شتائم لا يرضى الله بها وواحد جه قال لي ينفع تسيب ويشتمك كده رضيت الشتيمة كده ربنا سبحانه وتعالى يحسبني ولا أنا مش غلطان هو ربنا يحسب اللي جاء لك وقال لك انت رضيت الشتيمة ده راجل يمشي بين الناس بالوقيع على عزو بالله ده مش من أهل التقوى ده ليه طيب لأن الشخص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أجل الأوقات يعني دلوقتي أنا أنا دلوقتي في حضرة مولانا أنا دلوقتي في رمضان وصايم أنا وفي الصيام إيه اللي حاصل بيحصل لي حالة من حالة الجلال كده حالة من حالة التقدير حالة من حالة الكرامة إيه الكرامة دي؟ إلا الصوم فإنه ليه فأنا في حالة كرامة أنا اللي أنا بصومه ده لله فأنا وصايم كده في حالة كرامة طيب اللي في حالة كرامة ده لو حد يتعد عليه المفروض إيه اللي حاصل يتبهدل وتهزق وتشتم لكن سوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم يعني يعمل إيه؟ ده مش بس أجتمه ده أجتمه يا قاتله يبقى حدث النبي منعنا أمرنا لأن ده خبر أريد به الإنشاء يعني فليقول يعني لا يرد شتيمته ده في أجل يبقى في الأمور العادية في الأوقات العادية أشد وآكد أن أنا ما ردش هناك أحاديث كثيرة عند في المسند وعند أصحاب السنن أنه أنه لو حد سب أحد أو شاتمه بما فيه إيه اللي حاصل فلا يرد عليه فيكون الأجر له للمشتوم ولوبال عليه على الشاتم يبقى إيه اللي حاصل ما يردش عليه وكأن الحديث بيقول أن أنت لو ردت عليه تكون في الإسم تكون في الإسم سواء يبقى إيه ما تردش عليه لكن تعمل إيه ما تردش عليه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه وأوصاف الذين عملوا إيه وأوصاف عباد الرحمن إيه من أوصاف هؤلاء أنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يبقى أنت لو قالوا سلاما عن إيه يعني لو حدي جاهل عليهم إيه اللي يحصل يقولوا قولا حسنا سلاما يعني يقولوا قولا حسنا إيه اللي حاصل يبقى لا ترد عليه يبقى الفعل اللي أنت فعلته ده هو ده اللي أمرك بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك الأجر أما الشخص اللي كان بيصلتك ده فهو قد يكون آثما ليه قد يكون آثما لأننا مش عارفه قال لك كده ليه بس اللي فعله وفعل ده هذا فعل فاسد نقول لك أنت تسكت رد الشتيمة أنا مرضيتش الشتيمة بس أنا قابلت السوء الأخلاق بحسن الأخلاق لأن العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عاصى الله فينا طيب والناس تتعود على أنها تشتم كده والناس تسكت لها لا بقول الناس ليه تقل اللي حاصل فاهمت أن أنت أنه صغير وأنت عند الله كبير لأنه سبك والشتم ليس من شيمة الكرام ولكن شيمة أهل الإهانة فأنت بتقول لي عي ربنا حسبني لا ربنا يرضى عنك ويزيد في إيه ويزيد في عطيته لك سبحانه وتعالى ويزيد في رضاه عنك وإنت مش غلطة لا السؤال بعد كده بيقول شيخ مراتي بتدي علي أنا وأولادي ومليت من النصح وسطع عالي أعمل إيه مسألة بسيطة خالص تقعد معاه وتسألها هي بتعمل كده ليه لأنها في الحقيقة هي وبتدي عليك وبتدي على أولادها اللي هي بتعمله ده ده شيء مش عادي وشيء مش حسن وشيء قبيح بس أنت بتقول لي أعمل إيه ما بتقول ليش جزاقها إيه أنت بتقول لي أعمل إيه أنت تحتاج إلى أن تعرف لماذا أنت تفعل هذا وبالمناسبة عشان قبل ما تروح تسأل وأنا بقول لك سيكون السبب أنت مش الأولاد يعني المسألة أنت مش العيال يعني هي هتكون بتديع عليك وعلى الأولاد علشانك أنت ليه سمحني أقول لك بس اللي بيحصل ده اللي احنا شايفينه ما أنت مسألت سألتني أعمل إيه فأنت طالب النصيحة مش طالب الحكم بس مش طالب الحكم بس فنصحتي أن هي بتعمل كده لأنها مليئة بحالة من حالات إرادة الانتقام منك وليا مش عارفة تنتقم منك فابتدي عليك وعلى الأولاد لكي تنتقم ينتقم لها الله سبحانه وتعالى طب الحل هو إيه بقى الحوار تروح تسألها يا بنت الحلال هو إيه اللي جرى أوعدك إن أول عشر دقايق سيكون عبارة عن ضرب نار حريقة هتيب في وشك وتقول لك كلام في غاية القسف لو سبرت على عشر دقايق دي هي هتستغرى تقول لي يعني أقبل المهانة أقبل أحد شرب منك إن أنت تقبل المهانة بس هذا كله في صدرها هي ما عنداش شيء تنفسه فبتعمل كده إنت واضح كما هو واضح إن ما فيه سبيل للحوار بينك وبينها ولزيك روحت جاي بتكلمني أنا بدل ما تروح تكلمها هي فلزيك إنت لازم تروح تكلمها هي ولزيك الشرع بيقولك روح تكلمها هي إنت تروح تكلمها هي يعني سؤالك ليه سؤال جيد عشان أنا أقولك إن أنت تروح تكلمها هي عشان أنصحك هتنفعل وعدزع هي لو انفعلت وزعقت هي بتعمل الكلام ده لإن هي بتحاول تعدي الفجوة اللي بينك وبينها فأنا رأيي الثاني لازم واحد فخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالمقاربة خيرهما الذي يبدأ ويقبل وهو يطلب واجه الله سبحانه وتعالى لأنه هو ده جنتك ونارك وهي كمان جنتك ونارك فلما تعمل ده الله سبحانه وتعالى يجازيك جزاء أن أنت تخرج حد من وجعه وألمه وهو ده دي اللي ربنا جعلها في رعايتك فأنت تنقذها من هذا التآكل الذي الذي يحدث لها هي بتفتت بتتحلل من الداخل فأنت لما تروح تكلمها بتوقف هذا التحل هي دون الوقت بتتكلم وبتسرخ بداخلها أنا هسألك سؤال لو قالوا لك أن والدتك بتسرخ مش قادرة تتحمل مرض تعملها تجري عشان تلحقها صح؟ لأنها أمك مأمور بالبر إليها طب أول ما يوسأل عنا والعبد ما استرعاه الله مراتك تعمل مع إيه؟ تحسن إليها دايماً الناس يقول لي يعني ينفع ويجوز أني يتعلسطها طبعاً ما يجوز يتعلسطها ولكن أنت سألتني أعمل إيه؟ ما قلتديش هي حكم اللي عملته حكم اللي عملته حرام أنت هتعمل إيه؟ واحد عمل في حقك حرام هتعمل أنت هذا هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فعليك أن أنت تعمل كده فبتقول لي يعمل إيه؟ روح تكلم معاه وأنا قلتلك قبل أول ما تتكلم معاه هتنفعل فإيه اللي حاصل؟ أه ممكن أنتوا تستغربوا شوية لأننا أنتوا بتعودين اللي هي اللي حاصل أن في حد دايماً يقول لكم الأحكام وما أعملكم مش حل أنت تروح تعمل كذا 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 طب بعد ما يقولك أن هي آثمة بتروح تروح واخد الكلمة من اللي أفتاك وتروح تقول لها إيه؟ على فكرة الشيخ قال أن أنت هتروح النار فالبيت كله بيروح النار لكن أبي أقولك إزاي تحل ده مش بس حضرت النبي قال الحديث إذا باتت المرأة وزوجه وقع عليها غبان باتت تلعانا مش ده الحديث بالوحيد في حديث تصوته بالنساء خير فإحنا لازم نعمل كده لازم نقبل على الله سبحانه وتعالى ونحسن إلى زوجاتنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونخرج من هذه الماسي السؤال بعد كده بيقول زوجي دايما ما يتحدث مع أمي عن كل ما يحدث في البيت والعمل وهي تحكي كل ما تسمع للعائلة بأكمله وأنا لا أحب أن يعلم أحد عن حياتي شيء كيف أتصرف مع هذه المشكلة من رغم أني تحدثت كثيرا لزوجي ولكن لا فائدة من الحديث تذكري بقوله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأتي وتفضي إليه ثم ينشر سرها وليل سر البيت دا مش من حقك إن أنت تنشره لأن دا أمور بيتنا وده سر بيني وبينك ولا يجوز إن أنت تنشر هذه الأسرار لأي سبب من الأسباب وقوله إن البيت دا له عرض وله كرامة وإن البيت دا محفوظ ولا يجوز إن أنت تفعل دا وسماعين لنا بقولهوله دا أنت عايز البيت دا يستقيم ويستمر ولا عايز تعيش أنت على هواك حتى لو كان دا مخالفة لمراد سبحانه وتعالى اتق الله في البيت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول وبالمناسبة أنا بقولك أنت كمان عليك أن أنت تمسك لسانك كمان وما تكونيش بتعملي زيه بتروح تتكلمي عندي أهلك زي ما هو بتكلم عندي أهله ويبقى البيت كله على المشاعة لو سمحتم احفظوا بيوتكم وخلوا بيوتكم في أمان لأن الكلمة بتخرج من البيت بتتحول إلى القصص في عند الأهل فحفظوا بيوتكم بسر الله وبسر إنه واجعل بينكم مودة ورحمة خليكم سكل لبعض وخليكم في أمان الله ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعل البيوت كلها في سكينة ومودة ورحمة ببركة هداية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي دلنا على إن البيوت مليئة بمدد الله سبحانه وتعالى ولكن علينا إنه نحن نحفظ سرها ونحفظ كمان كرامتها لإن البيوت كرامة فما نهنهاش لإن كرامة البيوت لو تهانت فبقاش فيه كرامة لحد يا رب سوء سوء تدبير أمورنا واجعلنا أمانا لشركاء حياتنا في كل وقت وحين يا رب العالمين